نبيل عماد دونجا تلقى اتصال من امير مرتضى ممسور وانه هم يعني توصلوا الاتفاق بانه نبيل هيكون موجود في الزمالك نبيل هيكون موجود في الزمالك ده برضو يقول لك مؤشر على انه ممكن جدا يتم الموافقة على اعارة طارق حامد ولو انه بيتم النفي تماما في القصة دي لكن ممكن جدا يتم اعارة طارق حامد سنة للسعودية هتدخل فلوس كويسة جدا للنادي وهتدخل فلوس كويسة جدا لطارق نفسه بيقال بانه الزمالك هيحصل على اربعة مليون دولار من اعارة طارق سنة واحدة لاتحاد جدة وانه اللاعب نفسه هيحصل على مليون ونص دولار وهو رقم يعني اكيد رقم مهم جدا او رقم كويس جدا بالنسبة للعيب دي طارق قدم كتير جدا لنادي الزمالك والمنتخب مصر وما تعوضش وتاني هقولها وما تعوضش لانه طارق لما جاله عرض من بيرميدز من حوالي سنة اتوعد من ادارة الزمالك بانه هنديلك فلوس جوه العقد وفلوس من بره العقد حاجة يعني على شكل بقى اعلانات على شكل فلوس كاش على شكل اي حاجة لكن من بره العقد ما اخدهمش